توفي ما لا يقل عن 550 حج خلال إداء فريضة الحج في مكة المكرمة حيث يتزامن أداء المناسك هذا العام مع فترة من الحر الشديد بحسب دبلوماسيين وأضافوا 323 من المتوفين على الأقل من الجنسية المصرية وأقضى معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة حسب ما أفاد دبلوماسيين عربيا وأضافت دبلوماسيين أن العدد الإجمالي في مشرحة مستشفى المعصم أكبر مشرحة في مكة بلغ 550 جثة وأقال أحد الدبلوماسيين الذين ينسقان استجابة بلديهما أن جميعهم ماتوا بسبب الحرارة باستثناء شخص أصيب بجروح قاتلة خلال تدافع بسيط بين حجد من الحجاج مضيفا أن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعصم وأكدت دبلوماسيين أن 60 حجا أردنيا على الأقل توفو أي أكثر من العدد الرسمي الذي أعلنته عمان في وقت سابق ثلاثاء والذي بلغ 41 وفات وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات إلى 577 بحسب تعداد الوكالة الفرنسية ومن بين الدول الأخرى التي أبلغت عن وفيات خلال موسم الحج هذا العام تونس وأندونيسيا وإيران وسينيغال والعام الماضي توفي أكثر من 240 حاجا من دول مختلفة غالبيتهم أندونسيون وشارك هذا العام نحو مليون وثمانمائة ألف حاج منهم مليون وستمائة ألف من الخارج بحسب سلطات السعودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر